السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اليوم معنا طريقة اخذ نسخة احتياطية للويندوز زائد اخذ صورة كاملة للويندوز على قرص خارجي وزائد اخذ نسخة احتياطية كمان على قرص خارجي ان شاء الله بدون برامج طيب اللهم صلى على سيدنا محمد هلأ اذا كنت مهتم بالنسخة الاحتياطية الخارجية فينك تابعني للاخير وزا كنت ما مهتم فينك تابع بس اول الفيديو وصلى الله وبرك طيب نروح للكمبيوتر وناخد خصائص كليك يمين بالموس نعمل خصائص وبعدين نجي على كلمة حماية النظام طبعا اللغة اللي اتي عندك هي يعني ان كانت عربي بتجي على حماية النظام طبعا بتضغط على حماية النظام رح يطلع معك اتهاد الواجهة مثل ما شايف انت هون قرص C انا عندي تشغيل ففيني اخذ نسخة احتياطية وفين هو ياخد اوتوماتيك نسخة احتياطية انت زكا عندك معطل مثلا مثل هيك بتضغط عليها وبتعملها تشغيل حماية النظام ومن هون بتكبر النسخة يعني بتكبر ساعة التخزين الاحتياطية طبعا طبعا مثل ما شايف تكاتب لك هو الحد الاخصى للاستخدام وتضغط تطبيق بعدين موافق طيب وبعدين اللهم صلى على سيدنا محمد تكوين عددات الاستعادة هيدي ما اننا شغل فيها خلصنا منا بنجي على انشاء نقطة استعادة المحرك الاقراص ومنضغط عليها انشاء بعدين مهم نضغط عليها انشاء اولا بعدين هون بيقلك اختار اسم طبعا حط انت اسم يلي بدك اياه حط واحد اثنين ثلاثة حط اسمك حط اي اسم يعني ما في مشكلة المهم انا رح اكتب بدر وبعدين انا رح اضغط انشاء طبعا هيك وبتنتظر شوي حتى ينتهي من انشاء نقطة استعادة طبعا قبل انشاء نقطة استعادة انت تأكد من اني جميع برامجك موجودة جميع تعريفاتك موجودة تشغيل نظامك يعني مية بالمية كله تمام نحن بناخد ايدي النسخة الاحتياطية في حال صار معك اي مشكلة على الكمبيوتر فينك تسترجع الكمبيوتر كما كان قبل المشكلة طبعا مدل ما شايفت هون تمت انشاء نقطة الاستعادة بنجاح خلاص اي انتهينا منها طيب في حال انت صار عندك مشكلة في الكمبيوتر او في اللابتوب وبدك تسترجع النقطة الاستعادة يلي كانت قبل المشكلة يعني انت صاب يعني صاب فيروس او تغير نوع الفيديو اللي عندك او اي شي يعني المهم بترجع على نفس الطريقة خصائص تضغط كليك يمين على الكمبيوتر وبترجع خصائص وكمان بتضغط حماية النظام وهالمرة بتروح على كلمة استعادة النظام طبعا كلمة استعادة النظام طيب رح تطلع لك معك هذه الواجهة استعادة ملفات النظام وبس هيك بتضغط عليها التالي وبتكبس عليها حتى تصير باللون الازرق وبتعمل التالي طبعا هلا انا لما بدي احط انهاء لان هلا هون هو بيخبرني اني ما فيني لما بدي اضغط انهاء ما فيني اخطع يعني الغي الامر رح يقوم باستعادة النسخة يلي انا اخدتها طبعا انا ما رأى اضغط انهاء لاني انا بس بيعطيك بشرح الفيديو يعني طيب خلص انا هيك بدي اضغي الامر هلا هيدي خلصنا منا اذا عندك قرص خارجي هلا نروح على القرص الخارجي طبعا انا حاطت قرص خارجي هذا هو اللي اسمه حرف F انا عندي قرص خارجي اسمه حرف F طبعا هلا انا شلت القرص الخارجي و رح ارجع حط القرص الخارجي مرة تاني طبعا متل ما شايفين انتو هذا القرص اللي خارجي انا يلي بدي استخدمه هلا في النسخة الاحتياطية زائد صورة اخد صورة للنظام كاملي يعني في حال تعطل الكمبيوتر عندك في حال خربة النسخة عندك فينك تسترجع الويندوز الاصلي يلي عندك المهم نروح لها عند ابداء ننزل في اسفل الكمبيوتر على ايقونة ابداء وبعدين نضغط الاعدادات وبعدين بنروح للتحديثات والامان وهيكي لازم اول شي انت برجع بلك تحقق من وجود تحديثات يعني تأكد اني ما عندك ابدا تحديثات يعني حتى يكون النسخة الاحتياطية للك مية بالمية كاملة و مية بالمية يعني ما فيه اي مشكلة طبعا متل ما شايفين انا ما عندي اي مشكلة في الوقت الحالي هلا باخد النسخة الاحتياطية بنزل على كلمة اسمها النسخة الاحتياطية طبعا كبرنا الصورة شوي هلا في عندك خيارات اكثر وفي عندك اذهب الى النسخة الاحتياطية لاستعادة ويندوز 7 طبعا انا عندي ويندوز 10 بس و هيكي بيكتوب هلا لو ضغطت خيارات بعدين رحت على عرض ادادات طبعا متل ما شايفين انتو القرص الخارجي ما مشتغل يعني اعطيني ايقاف لازم اعطيه تشغيل حتى اخد نسخة احتياطية وصورة للنظام طبعا انا هلا اضغطت تشغيل طبعا متل ما شايفين انتو اشتغل معي القرص الخارجي هلا صار فيني ااخد نسخة احتياطية واخد صورة كاملة للنظام طيب هلا انا خلص رح اطلع مني لهيدي بعد ما اعطيت تشغيل رح اطلع مني وارجع خطوة لورا هلا اذهب الى النسخة الاحتياطية واستعادة ويندوز 7 بضغط عليها طيب هلا في عندي هوني متل مكاتب لي حدد النسخة الاحتياطية الاخيرة طبعا حاليا ما في نسخة احتياطية انا هلا بدي ااخد اول شي انشاء صورة للنظام انشاء صورة للنظام وفي عندك انشاء قرص اصلاح طبعا قرص الاصلاح لازم تحط cd انا ما راح اصط cd بس بضغط على انشاء صورة للنظام وبنتظر حتى يبحث على القرص الخارجي طبعا هادي الحكاية هادي بتفيدك في حال فقدة الويندوز الخاص فيك طبعا متل ما شايف انت قال لي وجد يعني شاف قرص بحرف f انت لا تضغط خلص ما تضغط على قرص d خلي على قرص f يعني على القرص الافتراضي اللي عندك اذا كان حرف d او c او ما بعرف شو المهم نضغط التالي وهون كمان لا تحدد قرص d يعني بنصحك هون لا حد يحدد قرص d يعني فينك تقري انت هون على مهل وتشوف شو طالبين منك طبعا انا راح خليه على الوضع الافتراضي انا برجع و بقولك لا تحدد قرص d لا تحدد ولا تحط عليه اشارة صح طبعا هون عم يعطيني المساحة المطلوبة والمساحة المتوفرة خلاص الان راح اضغط التالي انا راح اضغط هلا التالي طبعا هون كمان بيأكد علي تأكد اعدادات نسخة الاحتياطية طبعا كمان خليه على الوضع الافتراضي يعني هذي الاشياء اللي هو راح ياخد صورة عنها وبعطيه بدق نسخة الاحتياطية وبنتظر حتى ينتهي من النسخة الاحتياطية طبعا هون راح ياخد معك انت وقت حسب شو عندك برامج وحسب شو عندك برامج وحسب النظام عندك يعني قديش كبر النظام عندك المهم متل ما شايفين انتو بلش يبدأ باخد صورة للنظام اللي هي باك اب طبعا انا باختصر من الفيديو وبقطع من الفيديو شوي وباختصر حتى ميطول الفيديو . هلا نحن في الوقت الحالي بناخد عم ناخد صورة للنظام ما عم ناخد نسخة احتياطية يعني هلا بده يورجيك هون بعد ما بياخد صورة للنظام يعني استرجاع نسخة احتياطية من القرص الخارجي ما راح ياخد معك في الوقت الحالي لاني نحن لسه ما اخدنا نسخة احتياطية نحن اخدنا الصورة للنظام في حال تعطل معك النظام في حال تعطل معك الكمبيوتر ما كاني اقلع ما بعرف اذا بتتذكروا بتجيكم الشاشة هذه الزرقة وبتطلب منكم استعادة النظام او اصلاح النظام طبعا انا في نهاية الفيديو رح تصور الشاشة يلي بدت تظهر لكم في حال تعطل معكم النظام او فيروس او الى اخر طبعا هم بيقل لي حط سيدي لانشاء قرص اصلاح طبعا انا ما رح اضط قرص سيدي لاني ما عندي رح اعطي لا لان هي نفس الشي انا اخد نسخة الاحتياطية قرص خارجي هي هي نفس السيدي يعني تقريبا طبعا انت انا برجع بلاك اتفينك تقري على راحتك طبعا انا رح اضطي لا طبعا وخلص هم بعطي اغلاق هلا هيك صار معنا نحن نسخة احتياطية طبق الاصل للنظام الويندوز الخاص بينا طبعا مثل ما شايفين التو انا عملت باك اوب كامل للويندوز يعني صورة نظام 100% للويندوز يلي عندي يعني في حال تعطل الويندوز عندي تعطل النظام الويندوز عندي او صار اي مشكلة لا سمح الله فيني عيد النسخة متل ما كانت موجودة عندي متل ما شايفينها في الوقت الحالي انتو طيب هلا بنروح على النسخة الاحتياطية هلا بنروح على النسخة الاحتياطية نفس الطريقة بنروح على نفس الطريقة النسخة الاحتياطية بنضغط النسخة الاحتياطية ومنختار اللهم صلى على سيدنا محمد اذهب الى النسخة الاحتياطية والاستعادة هلأ في حال انا قلت لكم اذا بدك تستعيد النسخة الاحتياطية من هون ما رح تقدر تستعيدها لاني لسه نحن ما اخدنا النسخة الاحتياطية على قرص خارجي نحن اخدنا فقط صورة صورة للنظام في حال تعطل النظام عندك فينك تسترجعها من الصورة يلي اخدناها على قرص خارجي وان شاء الله نحن رح نعمل شرح كيف نسترجع الويندوز رح اخرب من الويندوز عندي ورح استرجع الويندوز بالكامل متل ما شايف انتي هوني حاولي دور على نسخة احتياطية خارجية فقالني ما موجود عندك نسخة احتياطية طبعا انا رح اعمل هلأ نسخة احتياطية للويندوز الخاص فيني طبعا لو رحت على خيارات اكثر واضغط على النسخة الاحتياطية الان يعني اعمل متل ما بيقولوا تنشيط ننتظر شوي طبعا عم يعطينا حجم النسخة الاحتياطية خمسمية وثلاثة وسبعين ميغا بايت المهم نحن بس عملنا تنشيط للتأكيد طيب هلأ بنروح على اذهب الى النسخة الاحتياطية والاستعادة وبنعمل اعدادات النسخة الاحتياطية هالمرة ما بقى بدنا انشاء صورة النظام اعدادات النسخة الاحتياطية ونضغط عليها وننتظر حتى يقوم بنسخة احتياطية كمان طبق الاصل للنظام في حال انا انحزفت النسخة الاحتياطية اللي كتاخدها ضمن النظام فيني استرجعه من قرص الخارجي يعني في حال فيني انا افتح الكمبيوتر الخاص فيني اما في حال ما فينك تفتح القرص الخاص فيك فينك تسترجع صورة النظام يعني ان شاء الله تكونوا يعني فهمتوا بين النسخة الاحتياطية وبين الصورة النظام المهم عم يخيرني هو حدد مكان حفظ النسخة الاحتياطية طبعا انا رح احفظه على قرص اف متل ما حكينا على قرص خارجي طبعا هون خلي يعني خلي الاشارة على اول يعني خلي الويندوز هو يختار يعني احسن ما تختار انت وما تعرف شو بدك تختار فهو الويندوز بيختار لك الافضل ومنضغط على التالي طبعا هون الاشارة الصفرة لا تهتموا فيها ما في اي مشكلة قد تطلب الامر قرص اصلاح النظام طبعا خلاص نحنا اخدنا صورة صورة للنظام ما في اي مشكلة طبعا واضغط على حفظ ادادات وتشغيل نسخة الاحتياطية يعني هذي الاشياء هلا هو محدد لك الاشياء يلي بده ياخد لنسخة احتياطية طبعا منضغط عليها ومننتظر حتى ينتهي مناخد نسخة احتياطية طبعا متل ما شايفين انتو هلا هون كمان بياخد وقت يمكن ربع ساعة او تلت ساعة انا رح اخطع من الفيديو حتى ما نطول كتير هلا في حال انت عندك ظهرت لك رسالة هلا انا رح تظهر لي رسالة بعد شوي اني في بعض الملفات تم اللهم صلى على سيدنا محمد ما عد اذكرش هي تم يعني ما قادر ينسخها هذا في سبب اني انا بصور وفي سبب اني بعض الانتفيروس شغال يعني هذي اسباب بسيطة ما تاكلو هما وما في اي مشكلة يعني انت اخوض النسخة الاحتياطية مثل ما عم ااخد انا مية بالمية وانا بكفلك اني حتى لو انحزف القرصي كلو من عندك فينك تسترجع النسخة يعني طالما اني جهاز عندك باقلع بس مهم ياقلع يعني بيشعل ضو لو طلعت شاشة سودة لو طلعت شاشة زرقة يعني من F11 و F12 بتعرفون انتو كل هذي الاشياء فينك تسترجع النسخة الاحتياطية الخارجية بالكامل المهم مثل ما تلكون انا طبعا تم اكمل النسخة الاحتياطية الا ان تم تخطي بعض الملفات طبعا مثل ما تلكون انا هذا بسبب برنامج التصوير وبسبب طبعا في ملفات تالفة ممكن يكون في ملفات تالفة او شي ما اقدر ياخد لنسخة احتياطية طبعا نحنا ما بهمنا هذي المهم نحنا متأكدين ان ملحاسوبنا شغال مية بالمية و يعني بكامل قوتو المهم خلص نحنا اخدنا نسخة احتياطية هلا كاملة بنخرج من الكل و بنروح بنشوف نسخة الاحتياطية طبعا مثل ما شايفين اتو التاني وحدة الصورة طبعا هذي المجلدات صورة النظام والتاني وحدة هذي نسخة احتياطية و اول واحد و تاني واحد هذي بدك تسترجعها متل انا رح اترك لك صور في نهاية الفيديو طبعا بتعرف هذي الشاشة اللي بتطلع لك اني استرجع نسخة او استرجع صورة طبعا هو بخيرك استرجع نسخة او استرجع صورة طيب اظهار مزيد متل ما شايفين اتو هون نقطة استعادة صورة النظام يعني طبعا صار فيه على الخارجي هذي انا واصل خارجي و نقطة استعادة تلقائية يعني متل ما اخدناهن نحن طبق الاصل للنسخة الاحتياطية يعني انا ليش بقولك اني خود نسخة الاحتياطية خلصوا على القرص خارجي و اعمل بالكمبيوتر اللي بدك يعني انا بترك الولاد متل ما بيقولوا يلعبوا بالكمبيوتر طبعا التاني ما هذا لاني هذا خاص بني وبقولهم معلش لو خربتوا ما في مشكلة لاني يعني بشغلت عشر دقايق او ربع ساعة بسترجع النظام بالكامل و ما في اي مشكلة يعني انا حطيت تشغيل في حال بدي استرجع انا حطيت تشغيل في حال بدي استرجع النسخة الاحتياطية طبعا صار عندي انا تشغيل بعطي استعادة بعدين التالي بعدين هوني بيقول لي اختار شو ريالي بدك تسترجعه انت طبعا بدك تسترجع صورة النظام او نسخة الاحتياطية يعني هيك رح يصير معك انت في حال ما كاني اقلع الويندوز طبعا الا من F10 و F11 او F12 حسب كل شخص شو حاسوبه و كيف طريقة الاقلاع في حال ما كاني اشتغل الكمبيوتر طبعا انا خلص انا رح ايقاف ما في اي مشكلة واذا بدك تسترجع فينك تسترجع النسخة الاحتياطية طبعا من الامر التاني يعني متل ما شايفين انتو يعني هوني في في الاخير متل ما شايفين حدد حدد نسخة الاحتياطية الاخيرة لي استعادة الملفات طبعا اذا بتذكروا من الاول دور على نسخة احتياطية ما لقى اخد نسخة احتياطية خارجية طبعا متل ما شفتوا اتو بالاول ما كاني لاقي فنحن هلا في الوقت الحالي عمنا نسخة احتياطية بس تضغطوا على التالي وبعدين انهاء رح يقوم باسترجع كمان نسخة الاحتياطية ان شاء الله نحن رح نعمل كمان درس تاني رح نخرب النظام عندي انا رح اخرب النظام عندي وفرجيكم كيف بدك تقلع مثلا بتجيك مثل هذه الواجهة بتختار مثلا اختيارات متقدمة طبعا اللي هي اخر الشي وبعدين بتطلع لك وحدة صورة تاني بعد منها بتطلع لك وفيها استرجاع النظام او استرجاع نسخة الاحتياطية او صورة النظام طبعا تختار اتو وحدة منهم وبعدين تعطي التالي طبعا بتكون اتو هون موصل القرص الخارجي بتختار واحدة منهم تعطي التالي وبعدين التالي وبعدين انهاء وهيك بيكون بيسترجع لك الويندوز بالكامل ان شاء الله وهذه كان نهاية حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة